بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس ان شاء الله راح نشوف ونحاول اننا نستخدم البيئة الاندرويد ستوديو لبناء اول برنامج اندرويد طبعا قبل ما ابدأ اشرح كيفية بناء برنامج الاندرويد كيف تسوي برنامج اندرويد خلوني اعطيكم فقط فكرة سريعة عن برامج الاندرويد وكيفية عمل مثل البرامج هذه طبعا في فارق بين برامج مثل برامج الاندرويد وبين البرامج اللي كنا نسويها قبل والفارق ممكن ان يلخصه بالنقاط سريعة كذا النقطة الاولى ان برامج الاندرويد تعمل او تعتمد او تعتمد افضل يمكن كلمة افضل من تعمل برامج الاندرويد تعتمد على بيئة رسومية تعتمد على على الرسمات والبيئة والواجهة الرسومية على الواجهة الرسومية هذا الفرق الاول بين البرامج السابق اللي كنا نستخدمها وبرامج الاندرويد وهذا يعني نقول بين قوسين انك تحتاج الى تصميم زائدا برمجة وليس فقط برمجة طبعا عادة في شركات وغيرهم اذا كان استخدموا برامج الاندرويد عادة تجد يكون البرامج يكون فيه مصممين يصممون الواجهات متخصصين يعني فنانين يصممون الواجهات رسامين وفيه ناس وفيه مبرمجين يقومون ب البرمجة حنا هنا راح نقوم بكل الدورين دور التصميم ودور البرمجة هذا الشيء الاول الشيء الثاني في برامج الاندرويد طبعا سابقا ما كان عندنا واجهة رسومية لذلك ما كان كان التصميم يعني ما كان فيه أي تصميم يعني في البرامج اللي سويناها سابقا شيء ثاني أنه برامج الاندرويد يسمونها برامج تعتمد على الاستجابة للاحداث نقول تعتمد على الاستجابة الاستجابة للأحداث هذه النقطة الثانية أو يسمونها reactive programs وهذه طبيعة عموم البرامج الرسومية يعني شو نقصد بالكلام هذا بالنسبة للبرامج كنا نرسمها سابقاً كان هذا البرنامج كان هذا البرنامج عفوا البرامج اللي البرامج اللي كتبناها سابقاً خلال دروس سابقة كان هذا البرنامج البرنامج يجي input زيان يعمل البرنامج processing طبعاً يقرأ اليمبوت بعدين يعمل processing بعدين يعطيني output هذا تقريباً كل ما يسويه البرنامج زيان هذا كل ما يسويه البرنامج هذا البرامج السابقة البرامج بالنسبة للبرامج الرسومية وما ضمنها برامج الاندرويد فإن في الحقيقة هي reactive يعني بمعنى أنه اليوزر يعطي للبرنامج حاجة البرنامج يرد على اليوزر زيان بشكل مستمر البرنامج تشغال بشكل مستمر والأشياء اللي يعطيها هنا دائماً نقول أنه يكون يحدث في events events زيان في كل event يحدث يكون له خصائص هذا يكون الـ event هذا يجمعه حاجة يجمعه input طبعاً دائماً بس الـ input هذا ممكن يكون لمسة لما تلمس الشاشة ممكن يكون حرف لما تلمس الكيبورد يكون المهم ففي events أو أحداث يعني في أحداث تحدث البرنامج دائماً react يعني يكون عنده ردة فعل كل ما حدث حدث معين يكون جالس يتسمى على الحدث يكون عندنا هنا listeners listeners زين يتسمى للحدث وبعد كذا يتم عمل actions هذا ليس فقط برامج الـ Android طبعاً برامج الرسومية بشكل عام وصفحات الانترنت غالباً هذا هو طريقة البرمج فيها بشكل عام فيكون عندي listener جالس يتسمى إلى أحداث تجيه بعد كذا listener هذا ينفذ بناءً على الحدث اللي يجي ينفذ لنا action زين نقول أنه يسوي handle يعني يتعامل مع الحدث اللي يجي يتسمى على الحدث اللي يجي بعد كذا يسوي له handling يتعامل مع والhandling هذا يكون غالباً من خلال action زين فيظهر للي لليوزر output معين والقضية هذه تكون دائماً يعني خلناً نقول دائرية زين عملية دائرية بين وبين المستخدم زين هنا البرنامج اللي حنا برامج متعودين عليها تشتغل تاخذ input تعطيك output فقط وهكذا يعني مرة واحدة بين البرامج هذه تعمل بشكل مستمر تنتظر input أو تنتظر حدث إذا جاء الحدث تسجيب للحدث وتعمل action تعمل عمل معين بعد كذا من خلال العمل هذا تعطينا output وهذا فرق مهم جدا وهذا الفرق يجعل البرامج هذه أصعب شوي وأكثر يعني تحتاج إلى فهم متقدم أكثر للبرمجة القضية الثالثة هي أنه برامج الأندرويد أنك غالبا عشان تفهم عشان تستخدم برامج الأندرويد أو حتى تكتب برامج الويندوز أو تكتب للإنترنت فإنك دائما تحتاج تحتاج لتعلم APIs معينة APIs معينة أو بين قوسين ممكن يقولك واحد يقولك frameworks مضبوط أنا ما ودي أدخل بالتفاصيل الفروقات بين المفاهيم هذه وش معنا الAPI والفرامورك والفروقات في الفروقات بسيط بسيط ندخل بشكل كبير ولكن عادة دائما نحتاج نتعلم الAPI أو فرامورك مثلا في الأندرويد رح نتعلم الاندرويد API أو رح نشوف بشكل بسيط جدا في الكورس هذا الاندرويد API فقط شي بسيط جدا يكفينا أن نسوي برنامج وهذه هذه حاجة مهمة جدا يمكن ما احتاجنا قبل يعني حنا لما سوينا برامجنا البسيطة قبل احتاجنا API بسيطة جدا احتاجنا سكانر عشان نقرأ احتاجنا System Out Print عشان نكتب فكانت اشياء بسيطة لكن معظم تعاملنا كان مع الادوات لغة الجافة الاصلية المبنية في جافة مثل variables مثل تعريف variables تعريف constant الجامعة الطرح الoperators الاشياء هذه بينما في الاندرويد رح تحتاج الى API طبعا علماء لغات البرمجة دائما يعتبرون API هي عبارة عن أو الفريمورك يعتبرون أن عبارة عن لغة برمجة مصغرة ما هي زي الجافة لغة برمجة كبيرة وفيها امكانيات ضخمة وإنما لغة برمجة مصغرة فيها امكانيات تخص الموضوع الذي تعمل عليه مثلا نحن هنا نسوي برنامج أندرويد فيعتبرون ها لغة برمجة لأي API هذه لغة برمجة مصغرة لبرامج الأندرويد فلذلك يعني دعونا نقول أنه وهو API حقة الاندرويد رح نتعلمها بشكل بسيط جدا 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 لأن يعني برمجة الاندرويد تحتاج إلى كورس لوحدها والمقصود هنا هو فقط يعني في هذا الكورس مقصود فقط أنك تحاول تطبق بعض الأشياء ومفاهم البرمجية البسيطة اللي قدناها على الاندرويد يعني حتى تحس بشيء يعني قدامك يشتغل البرنامج زي البرامج اللي من التعود عليها إن شاء الله نشوف إن شاء الله يعني نكمل إن شاء الله موضوعنا أو شرحنا نرجع إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نروح للاندرويد ستوديو ونسوي مشروع جديد زي ما كنا طبعا شبيه بالإكليبس ولكن فيه اختلافات سوي مشروع جديد برنامج جديد في الاندرويد راح يكون البرنامج يجمع لنا عددين نشوفه إن شاء الله في الدرس